بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم معاكم أميرة عادل بمسي على كل حبيبي والنهاردة هنعمل مع بعض البيتزا بطريقة المطاعم زي ما انتم شايفينها كده حاجة تحفة كده بكيلو دقيق عملنا كمية كبيرة جدا شايفة الصينية حجمها قد ايه وهنعمل مع بعض الكاتشب طبعا لزوم البيتزا وهقولك على الأسرار اللي هتخلي البيتزا حتى لو باتت لتاني يوم محتفظة بنفس التراوة شايفة العجينة قطنية وهشة ازاي عجينة تحفة حقيقي شايفة المسام بتاعتها وقبل ما نقول عملنا البيتزا النهاردة ازاي لو الفيديو عجبك بتنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة لأول مرة يشوفني ويفعل جرس التنبيه عشان يوصلوا كل جديد يلا بينا نشوف عملنا البيتزا النهاردة ازاي تعالوا بقى نعمل الكاتشب اللي احنا هنستخدمه في البيتزا وبرضو هو اللي هنحطه على سطح العجين هنجيب الطماطم ونعمل لها علامة اكس كده هوت واحطها في مية سخنة هتجيب كيلو طماطم هتديك مقدير الكيلو وبعد انفتحناها وحطناها في المية المغالية يدوبك بس كده بتفتح كده هوت عشان تبقى سهلة في التأشير عشان ما اضطرش ان انا اعصرها فانا بعمل لها الخطوة ديت عشان ما نعصرهاش وبعد كده بقى بنشيل طبعا الحتة اللي في النص ديت وبنقطعها وبعد كده بحطها في الخلاط بضربها ضربة كويسة جدا ناعم جدا بتديني كده خليط كده كريمي كده هوت اهو زي ما انت شايفة كده هوت بعد كده بنبتدي بقى نحط التوابل دي معلقة بابريكا معلقة ملح نص سكر نص كباية سكر يعني ربع كباية خل نص معلقة فلفل اسود ومعلقة كبيرة عسل كلوكوز لو موجود مش موجود ما فيش مشكلة بس هو بيديلي لماعين جميل جدا للكاتشوب بعد كده برجعها على النار تاني لغاية ما تشرب الميا اللي فيها خالص وتجفي منها الميا الزيادة اللي جواها بعد كده بقى برجعها الخلاط مرة تانية بعد ما بتكون شربت الميا اللي جواها تماما وبضربها ضرب جامد جدا هي دي بقى التركة اللي بتشوفي اللامعين فيها بصي كده بقى بعد ما ضربناها بالخلاط شايفة درجة اللامعين والقوامة عامل ازاي دي بقى هنستخدمها ككاتشوب وهنستخدمها برضو نحطها على ويتش البيتزا يلا بينا بقى نعمل عجينة البيتزا ده كيلو دقيق عليه معلقة صغيرة ملح معلقتين كبار خميرة او اتنين باكت ودول تلات معلق سكر هقلب المكونات دي كي على بعض لغاية ما تنتزج مع بعضها بعد كده بقى بيبتدي نحط نص كوباية زبدة على زيت بتدي طعم جميل جدا الزبدة في العجينة البيتزا وهبتدي قلبهم كده هوت لغاية ما يبقى الخليط كده رملي كده هوت وبعد كده هحط المية كيلو دقيق بياخد من كوبايتين ونص لتلاتة الا ربع مية او تلاتة كل دي على حسب احتياجه انا دلوقتي حطيت كوبايتين مية بعد كده هحط نص بس انا دلوقتي حطيت كوبايتين ونص هبتدي بقى عجن العجينة بقى بيدي عشان احس بملمس العجين السر في العجينة البيتزا لازم تكون العجينة طرية ما تكونش العجينة نشفة فانت زي ما قلت على حسب احتياج دي بتاعك من اتنين ونص لتلاتة اكواب مية هيبص العجينة كده خلاص انا عجنتها ما حطيتش مية تاني اخدت الكوبايتين ونص بس بص العجينة عاملة ازاي عاملة زي الاستيك وفيها تلزيقة خفيفة اوي يعني مش ملزقة جمد لا ملزقة خفيفة هبتدي بقى اسيب العجينة تريح وهغطيها عشان احنا في الشتا والمية كانت على فكرة كانت مية دافية علشان تخمر معايا ببول سهولة لان الشتا بيبقى التخمير فيه صعب شوية الحاجة بتاخد وقت فان لازم احنا ندف المية اللي احنا ايه هنعجن بها بعد كده بتبقى غطيها علشان تخمر كده خلاص العجينة كانت خمرت بصي ما شاء الله عليها العجينة جميلة ازاي انا هعملها تلات بيتزات على حسب هقسمهم على حسب مقاس الصينية شايفة فيها تلزيقة خفيفة ازاي هو ده سر بتراوة عجينة البيتزا حتى لو باتت معاكل تاني يوم بتلاقي تراية جدا وجميلة جدا وهشة واسفرنجية طوح في حقيقة انا دوقتي اخدت قطع بالعجين هبتجي بقى افردها على مقاس الصينية اللي انا هستخدمها وتفردها بالصمك اللي بتحبيه انا بحبها سمك وسط فبتلاقيها كده حاجة كده هشة كده واسفنجية ها بتجي بقى تسويها بقى بعد ما بتفرديها تسويها على قد الصينية عشان تطلع شكلها حلو بعد كده بقى هجيب الصينية وهدهنها زيت لعشان اقدر اخرجها بكل سهولة اهو بفردها بقى بالشكل دوت بعد كده بنجيب القطشب اللي احنا عملناه طبعا كان برد بقى لازم تكون القطشب بارد عشان كده انا عملته في الاول عشان يبرد وبنفرده على العجين بالشكل دوت يبقى طعمه جميل جدا حطي بقى زي ما انت عايزة بتحب تحطيها قليلة بتحب تحطيها كتيرة زي ما انت عايزة حطي وبعد كده بنبتدي بقى ان احنا نحشيها باي حشو موجودة عندنا انا حطيته الدج وزاتون كلموطة وحطيت فلفل رومي وطبعا الجبنة الموزاريلا في الاول بحطي طبقة كده كويسة من الجبنة الموزاريلا اي حشو موجودة عندك في التلاجة الدارة تحطيها ممكن تحطي لحمة مع الصاجة ممكن تحطي تونة تحطي تاني تحطي مشروم عليها بس ان اهده انا ما كانش عندي مشروم فحطيت المكونات اللي كانت موجودة عندي وممكن بتحطي جنبري فواقه البحر اي حالة تقدري تزيني بيها او تحشي بيها البتزا بتاعتك اهي وانا حطيت بقى الزاتون الكلماتة كده بيدي برضو طعمي جميل جدا كده خلاص هسيبها بقى تخمر وبعد كده هندخلها الفرن يعني انا مش بدخلها الفرن على طول لا بسيبها تخمر مرة تانية يعني البتزا سيبها تخمر مرتين مرة وهي عجين ومرة بعد الحشو ودي التانية انا حطيت لها لحمة مع الصجا اهو هي كده خلاص خمرت البيتزا هدخلها الفرن على درجة حرها 200 في الرف اللي هو الاسفل كده خلاص البيتزا يا ما انتو شايفينها كده طلعت كده معانا البيتزا شايفين لونها جميل ازاي وما تحمريش الوش قوي علشان تبقى تموت كده معاك وكده وتبقى طرية هنتفضل محتفظة بالطراب بتاعتها لغاية تاني يوم لو حطيتها كده في الميكرويف بتلاها كده طرية واكنك لسه عاملها بالزبط لو باتت يعني عندك هنقطحها بقى نورها لكم انجواش كلها عامل ازاي شايفة البيتزا توحفة ازاي جميلة جدا بصي اسفنجية تعالوا بقى نشوف البيتزا التانية لسه طالعة هي من الفرن شايفين شكلها جميلة ازاي نجيب اللحمة مع الصجا والصانية التالتة كمان تلعت شايفة حجمها كبير ازاي دي كنت عاملة نصها باللحمة مع الصجا وعملة نصها بالهدج هي الصانية في الوسط ديت عملنا ثلاث صواني كبار جدا وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة للبيتزا بتمنى الوصفة تعجبكم وتنفزوها وتقولي رأيكم فيها ايه وقالكوكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة